اشتركوا في القناة في الخلاعة والسكر وهموم الحياة فيفاجئكم ذلك اليوم لأنه سيطبق مثل الفخ على جميع المقيمين على وجه الأرض كلها أسهروا في كل وقت مصلين لكي تستطيعوا أن تهربوا من كل هذه الأمور المزمعة أن تحدث وتقفوا أمام ابن الإنسان وكان يسوع يعلم في الهيكل في النهار وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل المعروف بجبل الزيتون وكان الشعب كله يأتي إليه عند الفجر في الهيكل ليستمع إليه كلام الرب أحبائي بالرب يسوع المسيح منتابع تأملنا اليوم بهالأسبوع الثالث لزمن الصليب لنختم فيه السنة التقصية بهالنص من إنجيل لوقة اللي بيحكينا عن مجيء الرب الأخير والغاية هي لتذكرنا أنه مهما تأخر الرب رح يجي بحياتنا ومجيء الأخير رح بيكون عغفلة مثل السارق وتذكر هالحقيقة بيساعدنا كتير لأنه بيخلينا سهرانين ومهتمين لأمر خلاصنا وخلاص كل ياللي حطن الرب بحياتنا وعدربنا وما نغرأ بهموم ومشاغل الحياة اليومية والعيلة بالواقع بعد محدث يسوع رسله عن نهاية هيكل قرشاليم بالقيات اللي سبقوا هالإنجيل 28 و 32 بيتابع بيخبرهم بهالمقطع الإنجيل اللي اسمعناه عن نهاية النهايات بعوته كديين للبشر متل ما سبق وقالهم إنه هاليوم رح يجي فجأة متل مجيء السارق رح يجي بلحظة ما حدا بيعرفها إلى الآيب برجع بيحذرهم وبيدعيهم للسهر الروحي بانتظار هاللقاء الأهم لمصيرهم بالحياة الأبدي وما يميز دعوة يسوع لا رسله لألا للسهر الروحي واليقظة لنكون وقفين بحضرته وبلا خوف ولا وجل بل بجهوزية واستعداد كامل وشوق وفرح هو تحذيره لإلنا من إنه عيشتنا عيشنا لدعوتنا الأساسية للحب والأديسة باتباعه والسير على خطاه عيشنا لها الدعوة رح بيكون بقلب تاريخ بشري تنشط في قوى الشر وتكثر من إغرائيتها وإغوائيتها لتحول قلوبنا عن الطوق وتطلع إلى هاليوم والسعي بما أعطينا من مواهب ووزنات لاستثمارة لخلاصنا وخلاص إخوتنا نتحول بقلبنا بهالإغرائيات الهمة إنه تحولنا نحو أمور وهموم الحياة اليومية وتغرقنا فيها ونخسر هالخلاص المعد لألمة احذروا لأنفسكم لألا تثقوا القلوبكم في الخلاعة والسكر وهموم الحياة فيفاجئكم ذلك اليوم هذه ليش المرة الأولى يلي بيحذرنا يسوع من فخ الغرق بأمور الحياة اليومية لإدرى فعلا إذا قاد لألمؤمن إنه تزيحه عن هدفه الأساسي يلي هو الوصول إلى ميناء الأمين إلى ميناء الحياة الأبدية ورؤية الله وجها لوجه والدخول بشركة حب أبدية معه لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون وما تشربون ولا للجسد ما تلبسون أما الحياة خير من الطعام والجسد خير من اللباس فاطلبوا أولا ملكوت الله ومشيئته فيزيدكم الله هذا كله طبعا بهالقاية ما بيحذرنا فقط من همم الحياة اليومية بل من الخلاعة والشره والسكر يلي بتقلوا القلب يعني يلي بيستولوا على القلب بيستعبدوه بيخنقوه في بذور الحياة الأبدية هيدا مش أمر غريب عن الواقع الإنساني يلي المسيح بيعرفه منيح لأنه بيعرف الإنسان أكتر مما بيعرف الإنسان زيته يسوع بيحذرنا من الخلاعة لأنه بتدغض عواطف الإنسان وحيشته للذي واليوم مع عالم البرنغرافي المفتوح على مصرعي بكل وسائل التواصل اديش من الأطفال والمراهقين والشباب والبالغين انقادوا لإغرائيته وشوهوا الزيكرة الصورية عنده صاروا ركدين وراء أحوائهم وتشوهت علاقاتهم الإنسانية بالآخر المغير ما عادوا شوفوا فيه شخص ما عادوا شوفوا فيه إنسان ما عادوا شوفوا فيه ابن الله مدعو للقديسة بل وسيلة لإشباع رغباتهم الجسدية بيحذرنا يسوع بمسيرة انتظارنا ليوم مجيئوا من الطمع هالرزيلة اللي إذا لحقت واستولت على قلب الإنسان بتخلي يصير أنينة نرجسة جشع ما بيشبع بده كل شي لقلو ودايما أكتر لدرجة الفجعنة على كل المستويات ولهيك بينعمى قلبه ولا يحصل على الأكتر بيصير مستعد دعوس الآخرين يحرمون من حقوقهم يتركن يموتوا بحاجاتهم بما فيهم أقرب الناس لألوه هيدا الأمر بيعكسوا وائع خلاف الأخوة بميراث الأهل والأقارب لما حدا منهم بيكون جشع وطميع بين هالإخوة هايك بدل ما يكون الآخر عطية لإله من الله لخلاصه بيصير لها الجشع لها الطميع الآخر سبب لها ليكو مثل ما بيقلنا يسوع بمثل الغني الجاهل والعازر بيحذرنا بهالإنجيل يسوع أيضا بمسيرة انتظارنا لمجيء الأخير المفاجئ من السكر لأن الخمرة بتفقد العقل ما بيعود الإنسان واعي عزيته بدل ما يكون سيد على ما ينطق لسانه وتصرفاته بيفقد توازنه العقلي والخلقي بيصير يشبه الشمال ويمين هيدا عضا خطر الإدمان يلي بدخله بدوامة الأسر على من هالكحول وهالإدمان يلي بيلجأ لأله ليهرب من كل مسئولية ومن كل مواجهة لكل تحدي وصعوبة وهيدا بيخسروا فرصة استثمار وزناته يلي عطيت لأله استعدادا لاستقبال السيد يلي عطيها ووكله ليستثمرها لخيره وخير الموكلين لأله لحتى ما نوقع بهالتجارب اللي بتخصرنا إكليل المجد بيدعينا يسوع بإلنا بإنجيل اليوم اسهروا في كل وقت مصلي لكي تستطيع أن تهربوا من كل هذه الأمور المزمعة أن تحدث وتقفوا أمام ابن الإنسان بيتجلى واضح لألنا هالدعوة إلى السهر الروحي أنه بيرفق دوما دعوة إلى الصلاة باستمرار وإلى الصلاة بكل حين ليش؟ لأنه الصلاة تفتن بتخلينا ننفتح على الله تخلينا نلتقي الله نسمعه ويسمعنا نحن بنحكي الله بصلاة لنفرغ زويتنا قدامه حتى يملينا من ذاته حتى يكشف لنا ذاته حتى يعرفنا على ذاته لما هو بيجاوبنا وبيحكينا لنقدر نحبه أكتر نحن بعد ما نحكي نصمت بصلاة بطوق أنه نسمع ربنا ربنا يلي بيكشف لنا مشيئته لتبقى هالمشيئة هي النعمة والعطية اللي نحن بحاجة لها لنبقى بالنور ولا نضل مشان هيكي هذه الصلاة الدايمة بتساعدنا بفايد هالنعم إنا نبقى وقفين قدام الله وقفين بوجه كل تجربة متسلحين بقوة نعمته بقدرة مشيئته لا بقوتنا ومشيئتنا لنحارب وننتصر يسوع بيدعينا لهالسهر المصحوب بالصلاة لأنه بالصلاة أيضا نعبر على أنه شؤون الأرض وما في الأرض وما في شؤون العالم وما في العالم هي عاجدة أن تشبع طوقنا للحب والفرح والسلام الحقيقية وبالتالي هالسهر المصحوب بالصلاة بحررنا من التعلق بأمور الأرض والتوجه بيعطينا أن نتوجه بكل ما فينا لحو الله يلي منه وفيه معنى الوجود فرح الحياة ووفرتها وغيتها لشين هيك إذا استجبنا لدعوة السهر الروحي المصحوب بالصلاة منعيش وضعنا كمخلوقات في عالم زائل لا يمكن لأي شيء فيه أن يشبع طوقنا للحقيقة والجمال والسعادة والحرية والحياة الأبدية سوى الله وحده الله يلي ننفت عليه بالصلاة نقبل نعمه بقلب الصلاة بهذه الصلاة ننتصب دوما في وجه عواصف التجارب ساهرين على أن نبقى كمختارين مدعوين إلى وليمة العرس السماوي جاهدين على أن تبقى مصابيح إيماننا مشتعلة بزيت المحب لأله وللقريب حتى إذا دو الصوت هالعريس آتي نهب بسرعة إلى لقاءه نسمع صوته عن بقيلنا ادخلوا يا مباركي أبي إلى المكان المعدل منذ إنشاء العالم ادخلوا ورثوا ملكوت الله فيا رب ما تسبح أن نهمل دعوتك للسهر الروحي المصحوب بالصلاة الديمة بقلب حياتنا اليومية وسط أمواج هالعالم الهيجي لحتى ما نغرق فيه بهالعالم ويقسى قلبنا وما نعود إدرين على أن نحبك ونحب قريبنا من كل القلب والقوة والنفس ويكون لألنا الخلاص بل عطينا أن نبقى سهرين بسهر مصحوب بصلاة دايمة حتى ما جاءك في حياتنا حتى ما جاءك الأخير أمين والله معكم موسيقى